فيه نقطة حابة اتكلم معنا الاطفال الجميع الكراط اللي في الملعب اطفال في كل احوال اطفال اشبال يعني نهاردة الحاكم راح اتكلم معاهم في اكتر من لقطة وكانوا بيهزوا الشبكة كتير عشان يعني نفسهم ازا مالك يسجل عايزين فرقتهم تسجل وده طبعا حاجة مش قانونية فالحاكم راح اتكلم معاهم في مبرات الاهلي كانوا بيتأخروا شوية في القور او عودة القور لأرض الملعب عيدي دي الصورة اللي كان احد الاطفال في الخلف بيهز الشبكة اللي هم جمع الكراط وبعد كده الحاكم راح وتكلم مع الاطفال وقال لهم يعني ده ممنوع انا بس واقف عند انه لو بيعملوا كده من نفسهم فضروري النصيحة ليهم من ادام الصح ده مش صح النصيحة انه بلاش تعملوا كده انت كده بتضرب فرقتكم بشكل فرقتكم باسم فرقتكم وده مش صح حتى لو انتم متحمسين وبتحبوا فرقتكم يعني لو ضايع وقت بانك ما ترجعش الكرة للملعب او انك تهز الشبكة بالشكل ده ده لو هم بيعملوا الكلام ده من نفسهم طيب لو حد اقلهم يعملوا كده فده برضو سلوك مش جايد منه عشان هو كده بيعلم اشبال واطفال حاجات مش المفروض يتعلموها او يعملوها بالشكل ده ببساطة يعني بهدوء مش محتاجة هي ازمة وان كان الموقف مش حلو بس هي مش محتاجة موضوع او مش محتاجة حديث اكبر من كده دي گوزي